نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة العمل الخامسة في إطار الإعداد لمشروع بحتي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة لتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024 وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات الزراعة وخلال الجلسة تم تأكيده على ان استمرار الازمات العالمية يوفر للتوسع مصر في تنفيذ مشروعات لاستنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام واكرت الجلسة على ضرورة تحديث الخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الانتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية كما تم تأكيد على اهمية التوسع في الزراعة التعاقدية واستخدام البدور المهندسة وراثيا لانتاج الاعلاف لتخفيف الضغوط على صناعة الدواجن واسعارها وتقليل الاستيراد